بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدَّثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرًا أي ما صام شهرًا معلومًا سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه أني كان يصوم تطوعًا بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ولم يصوم شهرًا كاملًا إلا رمضان صلى الله عليه وسلم وحدَّثنا عُبيدُ الله بن معاد حدَّثنا أبي حدَّثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا كله قالت ما علمته صام شهرًا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم إن كان يصوم تطوعًا بعض الأيام ويفطر بعض الأيام لم يصوم شهرًا كاملًا إلا رمضان وحدَّثني أبو الربيع الزهراني حدَّثنا حمَّاد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال حمَّاد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام يعني يصوم تطوعًا أيامًا عديدة ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر يعني يفطر من الشهر أيامًا كثيرة قالت وما رأيته صام شهرًا كاملًا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان أي ما كان يصوم شهرًا كاملًا بل يصوم بعض الأيام تطوعًا ويفطر بعض الأيام صلى الله عليه وسلم وحدَّثنا قُتيبة حدَّثنا حمَّاد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بمثله ولم يذكر في الإسناد حشابًا ولا محمدًا حدَّثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر يعني التطوعًا ويفطر حتى نقول لا يصوم يعني أحيانًا يفطر من الشهر كثيرًا وأحيانًا يفطر من الشهر يصوم من الشهر كثيرًا ولا يصوم الشهر كاملًا إلا رمضان وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان كان يصوم كثيرًا من شعبان صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر ناقد جميعًا عن ابن عيين قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيين عن ابن أسد عن أبي سلمة قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السلة أكثر صيامًا منه في شعبان وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يملَّ حتى تملُّوا وكان يقول أحبُّ العمل إلى الله ما داوَم عليه صاحبُه وإن قلَّ فالمُداوَم على الخير أحبُّ إلى الله عز وجل وإن قلَّ حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملًا قط غير رمضان وكان يصومُّ إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يُفطر يعني يصومُّ تطوعًا كثيرًا ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم كان يصومُّ تطوعًا كثيرًا ويفطر كذلك كثيرًا وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال شهرًا متتابعًا منذ قدم المدينة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عُثمان بن حكيم الأنصار قال سألتُ سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذٍ في رجب فقال سمعتُ ابن عباس رضي الله عنهما يقول فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومُّ حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم يعني كل شهر كان يصومُّ تطوعًا ويفطر بعض الأيام يعني جميع الأشهر وحدثنا هي علي بن حجر حدثنا علي بن مسر حاء وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عُثمان بن حكيم في هذا الإسناد لمثله وحدثني زهير بن حرب وأبي وابن أبي خلف وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا حمّاد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له حدثنا بهز حدثنا حمّاد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومُّ حتى يُقال قد صام قد صام ويفطر حتى يُقال قد أفطر قد أفطر أن أحيانًا يصومُّ تطوّعًا كثيرًا وأحيانًا يُفطر كذلك حدثني أبو طاهر حدثنا أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب حاء وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيّب وأبو سلم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليلة ولأصومن النهار ما عشت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال لأقومن الليلة ولأصومن النهار ما عشت يعني دائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر صم بعض الأيام تطوعاً وأفطر ونم وقم نم بعضاً من الليل وقم بعضاً من الليل وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها ثلاثة أيام عن ثلاثين هذا من فضل الله وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوماً وأفطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ثم يوماً وأفطر يوماً لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي لما كبر وضعف تمنى أن يكون قبل الثلاثة الأيام من كل شهر وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي حدثنا النظر بن محمد حدثنا إكرم وهو بن عمار حدثنا يحيى قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلم فأرسلنا إليه رسولا وخرج علينا وإذا عند باب داره مسجد قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا فقال إن تشاء أن تدخلوا أي البيت وإن تشاء أن تقعدوا هاهنا أي في المسجد قال فقلنا لا بل نقعدوا هاهنا أي في المسجد فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر يعني أصوم دائما وأقرأ القرآن كل الليلة قال فأما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيت فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر يعني دائما وتقرأ القرآن كل الليلة فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فإن بحسبك أن يكفيك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فإن لزوجك عليك حقا الزوجة لا حق لابد أن تفطر بعض الأيام وتنام بعض الأيام ولزورك أي الزائرين عليك حقا أن تجلس معهم وتحدثهم ولجسدك عليك حقا أن تفطر وتتقوى على طاعة الله قال فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس قال قلت يا نبي الله وما صوم داود عليه السلام قال كان يصوم يوما ويفطر يوما قال وقرأ القرآن في كل شهر أن يختم القرآن كل شهر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشرين في كل عشرين يوم قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشر اختم القرآن في كل عشر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل سبع سبع أيام ولا تزد على ذلك اختم القرآن في سبع أيام فإن لزوجك عليك حقا ولزورك الزائرين عليك حقا ولجسدك عليك حقا أن تفطر وتنام قال فشددت فشدد علي قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر يعني تصير كبير قال فصلت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وجدت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وزاد فيه بعد قوله من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فذلك الدهر كله هذا من رحمة الله ثلاثة أيام عن ثلاثين وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا ولم يقول وإن لزورك أي الزائرين عليك حقا ولكن قال وإن لولدك عليك حقا أن تآنسهم وتجالسهم حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلم قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلم وما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر قال قلت إني أجد قوة قال فقرأه في عشرين ليلة قال قلت إني أجد قوة قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك اختم القرآن في سبع ليالي لا تزد على ذلك وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثني عمر بن أبي سلم عن الأوزاع قراءة قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن ابن الحكم ابن ثوبان حدثني أبو سلم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل فينبغي للمسلم أن يداوم على فعل الخير ولو كان قليلا فحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريل قال سمية عطاء يزعم أن أبو العباس أخبره أنه سمي عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد يعني أصوم متصل أصوم دائما وأسل الليل فإما أرسل إلي وإما لقيت فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتسل الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا يعني تنام بعض الليل ولنفسك حظا تفطر بعض الأيام ولأهلك حظا زوجتك لها حق فصم وأفطر صم بعض الأيام تطوعا وأفطر بعض الأيام وصلي ونم صلي بعض الليل ونم البعض وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة قال إني أجد أقوى من ذلك إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف كان داود عليه السلام يصوم يا نبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى لا يفر في الجهات في سبيل الله قال من لي بهذه يا نبي الله يعني الثبوت أمام العدو هذا أمر عظيم قال عطاء فلا أدري كيف ذكر سيام الأبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد الذي يصوم دائماً لا صام يعني هذا ممنوع فأفضل ما يكون صيام يوم وفطر يوم أما الصيام دائماً هذا لا صام من صام الأبد وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريل بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره قال مسلم أبا العباس السائب ابن فروق من أهل مكة ثقة عدل رحمه الله وحدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثني أبي حدثنا شعبا عن حبيب سمع أبا العباس سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين أي ضعفت له العين ونهكت أي ضعفت لا صام من صام الأبد صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله لأن الحسنة بأشر أمثالها قلت فإني يطيق أكثر من ذلك قال فصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى إذا لاقى العدو لا يفر بل يثبت عليه السلام قال النووي رحمه الله هجمت له العين معنى هجمت أي غارت دخلت إلى الداخل ونهكت فتحنون نهكت العين أي ضعفت حدثناه أبو كريب حدثنا ابن بش عن مسعر حدثنا حبيب ابن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفهت النفس أي أعيت قال النووي أي أعيت أي تعبت حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيين عن عمر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك أي دخلت إلى داخل ونفهت نفسك أي تعبت لعينك أقحق ولنفسك حق ولأهلك حق قم ونم قم بعضا من الليل ونم البعض الآخر وصم وأفطئ وحدثنا أبو بكر ما بي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن ذينار عن عمر بن أوس عن عبد الله بن عمر وضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وكان يصوم يوما ويفطر يوما وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جري أخبرني عمر بن ذينار أن عمر بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام كان يصوم نصف الدهر وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان يرقد شطر الليل أي نصف الليل ثم يرقد آخرة يقوم ثلثة الليل بعد شطره قال قلت لعمر بن ذينار عمر بن أوس كان يقول يقوم ثلثة الليل بعد شطره قال نعم الثلث الأخير من الليل هو أفضل الأوقات وحدثنا يحيي بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم أي من جلب حشوها ليف أي حشوها الشعر الذي يكون في آخر الشجر فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينك فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال أحد عشر قلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم حدثنا أبو بكر ما بشيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن فياد قال سمعت أبا عياد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصيام عند الله صم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتف جميعاً عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظاً أي تفطر بعض الأيام ولعينك عليك حظاً تنام بعض الليل وإن لزوجك عليك حقاً عليك حظاً لها نصيب صم وأفطر صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر قلت يا رسول الله إني إن بي قوة قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوماً وأفطر يوماً فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشق قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر ولم يحدد وقتاً من الشهر وحدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء الضباي حدثنا مهدي وابن ميمون حدثنا غيلان ابن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر أصمت من سرة هذا الشهر قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين قال النووي رحمه الله هكذا هو في جميع النسخ من سرة هذا الشهر بالهاء بعد الراء وذكر مسلم محمه الله بعده حديث أبي قتادة ثم حديث عمران أيضا في سرر شعبان وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء سرة والثانية بالراء ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كالتفسير له وكأنه يقول يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر وهي وسطه وهذا متفق على استحبابه وهو استحباب كون الثلاثة أيام الثلاثة هي أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقد جاء فيها حديث في كتاب ترمذي رحمه الله وغيره وقيل هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وقطيب بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكن غضبه أي سكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر الذي يصوم دائما لا صام ولا أفطر أو قال لم يصوم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده صيام يوم عرفة لغير الحاج الذي يصوم يوم عرفة لغير الحاج الله يكفر عنه صغائر الذنوب عن العام الماضي والعام القادم صيام يوم عرفة اليوم العاشر من المحرم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وينبغي أن يصوم التاسع والعاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت لأصومن التاسع حدثنا محمد بن المثنة ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنة قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمي عبدالله بن معبد الزمان عن أبي قتاد الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فأضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعه بيع الرسول عليه الصلاة والسلام قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوان لذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه قال فقال صوم ثلاثة أيام صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عشوراء فقال يكفر السنة الماضية عن صغير الذنوب وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميص فسكتنا عن ذكر الخميص لما نراه وهما وحدثناه عبيد الله ابن معاد حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا شباب حاء وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا النظر ابن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وحدثني أحمد ابن سعيد الدارمي حدثنا حبان ابن هلال حدثنا أبان العطار حدثنا غيلان ابن جريل في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميص وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا مهدي ابن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتاذة الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه فيه ولدت وفيه أنزل علي حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن مطرف ولم أفهم مطرفا من هداب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين قال النووي رحمه الله قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء رحمهم الله من أهل اللغة والحديث والغريب المراد بالسرر آخر الشهر سميت بذلك لاسترار القمر فيها أي لاختفائه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن الجعفر حدثنا شعبا عن ابن أخي مطرف من الشخير قال سميت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان قال لا قال فقال له إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين وشعبا الذي شك فيه قال وأظنه قال يومين حدثني محمد بن قدام ويحيى اللولوي قال أخبرنا النظر أخبرنا شعبا حدثنا عبد الله بن هاني ابن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله قال النووي رحمه الله يقال هذا الحديث مخالفٌ للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يومٍ ويومين ويجاب عنه بما أجاب الماذر رحمه الله وغيره وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقديم رمضان فبيَّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي وإنما نأنها عن غير المعتاد والله أعلم حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان بعد رمضان شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وحدثني زهير بن حرب حدثنا جريد عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكي الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد ابن سعيد ابن قيس عن عمر بن ثابت ابن الحارث الغزرج عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أخبرنا عمر بن ثابت أخبرنا أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثنا أخو يحيى بن يحيى وحدثناه أبو بكر ما بشيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سميت عمر بن ثابت قال سميت أبا أيوب رضي الله عنه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع إلى أواخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع إلى أواخر ومن كان متحريها فليتحرها في السبع إلى أواخر اللهم بلغنا سيام رمضان وليلة القدر بالأمن والإيمان والصحة والعافية والتوفيق فليلة القدر تطلب في العشر إلى أواخر في الوتر من ذلك وأرجى لياليها السبع والعشرين وحدثنا يحيي بن يحيى قال قرأة على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرَّوا ليلة القدر في السبع إلى أواخر قال النووي رحمه الله تحرَّوا ليلة القدر أيحرِصوا على طلبها واجتهدوا فيه وحدثني عمرُ النَّاقِد وزهيرُ بن حرب قال زهير حدثنا سُفيانُ بن عيينا عن الزُهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأى رجلٌ أن ليلة القدر ليلة السبعٍ وعشرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلُبوها في الوتر منها 21 23 25 27 29 وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة القدر يقول ليلة القدر إن ناسًا منكم قد أروا أنها في السبع الأول وأريى بأس ناسٌ منكم أنها في السبع الغوابر أي البواقع فالتمسوها في العشر الغوابر أي البواقع وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة وهو بن حريث قال سمية بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقع وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جبل قال سمية بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسا فليلتمسها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر وحدثنا أحمد بن أبي شيبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصر عن الشيبان عن جبل ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيّنوا ليلة القدر في العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر قال النووي رحمه الله تحيّنوا أي أطلبوا حينها وهو زمانها حدثنا أبو الطاهر وحربلة بن إحياء قال أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر يعني تعيينها ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر يعني العشر الأواخر وقال حرملة فنسيتها حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور يعني يعتكف في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فقطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور أي اعتكف هذه العشر ثم بدالي أن أجاور اعتكف هذه العشر الأواخر ومن كان اعتكف معي فليبت فيما تكذه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وثن وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد الخدري رضي الله عن مطرنا ليلة إحدى وعشرين فواكف المسجد قال النووي أي قطر ماء المطر من سقفه وكف أي قطر ماء المطر من سقفه من سقف المسجد وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد القدري رضي الله عن مطرنا ليلة إحدى وعشرين فواكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء صلى الله عليه وسلم ألا كل تطلب في العشر الأواخر في الوتري من العشر الأواخر وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور يعني يعتكف في رمضان العشر التي في وسط الشهر وساق الحديث بمهره غير أنه قال فليثبت فيما تكف وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء يعني في ذلك العام كان ليلة 21 وحدثني محمد بن عبد العلى حدثنا المعتمر حدثنا عمارة بن غزية الأنصار قال سمعت محمد بن إبراهيم وحدث عن أبي سلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة أي خيمة تركية أي مصنوعة من ترك على سدتها حصير الحصير ما يصنع من سعف النقر قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة الخيمة ثم أطلع رأسه وكلم الناس فدنوا منه وقال إن أتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر ومن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وثر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من الصلاة الصبح وجبينه وروث وروثة أنفه فيهما الطين والماء قوله قال نووي وهي طرف طرف أنفه وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحياء عن أبي سلم قال تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج وعليه خميصة أي كساء فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان فخرجنا صبيحة عشرين فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وثر وإني أريت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعه أي صحابة قال وجاءت صحابة ومطرنا حتى سال ثقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد بن حميد وخبرنا عبد الرزاق وخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صبرنا أبو المغير حدثنا الأوزاء كلاهما عن يحي بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه وفي حديثهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين ولا أرنبت الأنف كذلك طرف الأنف حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن أبي نظرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض يعني بالخيمة قوضت أي أزيلت ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فوعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلاني يحتقاني أي اختصماني معهم الشيطان ونسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منكم قال قلتم التاسعة والسابعة والخامسة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها سنتين وعشرين وهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها وقال ابن خلاد ما كان يحتقان يختصمان فالخصومة والنزاع سبب للحرمان فعلينا أن نحذر ذلك وحدثنا سعيد بن عمر بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرا حدثني الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفر قال وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن نميل ووكيع عن هشام عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن نميل التمسوا وقال وكي يتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيين قال ابن حاتم حدثنا سفيان ابن عيين عن عبدتا وعاصم ابن أبي النجود سمعا زر ابن حبيش يقول سألت ابن كعب رضي الله عنه وقلت إن أخاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر ابن مسعود يقول الذي يقوم السنة كاملا يوافق ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس يعني أراد أن استمروا في القيام والعباد أما إنه قد علم أنها في رمضان ليلة القدر في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشر ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشر فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أب المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطرع يومئذ لا شعاع لها صبيحة ليلة القدر وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب قال سمعة عبد بن أبي لباب يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها قال شعب وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة السبعين وعشرين وإنما شك شعب في هذا الحرق هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزار عن يزيد وهو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة أي شق وعاء فليلة القدر تطلب في الوتر من العشر الأواخر وأرجى ليلة هي ليلة السبعين وعشرين اللهم بلغنا سيام رمضان وليلة القدر بالعفو والعافية والصحة والسلام والهداية وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات كتاب الاعتكاف قال النووي رحمه الله هو في اللغة الحبس الاعتكاف في اللغة الحبس والمكث واللزوم وبالشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة ويسمى الاعتكاف جوارا المراد اشتركوا في القناة